كتاب مقبرة الائمة لمؤلفه خالد بن سليمان الخروصي يعد الكتاب الاول من نوعه الذي يسلط الضوء على مصدر مهم من مصادر التاريخ العماني وهي شواهد القبور ونظرا لحاجة التاريخ العماني لمثل هذا النوع من المصادر التي احجم عن خوض غمارها معظم المؤرخين والكتاب في التاريخ العماني قرر الباحث خوض غمار هذا المصدر فكان نتاج جهده كتاب مقبرة الائمة حيث نقل الكاتب بين دفتي هذا الكتاب ما كتب على شواهد قبور هذه المقبرة التي تقع في ولاية نزوة حيث اماط لثامة عن مصدر هام وموثوق من مصادر التاريخ العماني وتعتبر مقبرة الائمة من اهم المقابر بعمان اذ تكمن اهميتها في الكم الكبير من الائمة والاعلام الذين دفنوا بها والذين شاركوا في توجيه مسيرة التاريخ السياسي والحضاري والاقتصادي والفكري لعمان عبر قرون طويلة وقد نوه الكاتب في مقدمة كتابه الى اهمية نفض الغبار عن المصادر العمانية التي لم تستغل حتى الان كشواهد القبور والكتابات التاريخية على الصخور وجدران المساجد وعلى اسطح القبور والبيوت القديمة وغيرها حوى الفصل الاول من الكتاب على معلومات عامة عن مقبرة الائمة كموقعها مساجدها ابارها المقابر الخاصة التي تحتويها والمدفونين في المقبرة وغيرها من المعلومات العامة المهمة اما الفصل الثاني فقد شمل على الائمة المدفونين في المقبرة وعددهم 16 اماما ويشكلون ما مجموعه ربع ائمة عمان تقريبا ومن هنا اتت تسمية هذه المقبرة ويظهر هنا بعض الشواهد للائمة الذين دفنوا في هذه المقبرة كقبر الامام عبد الملك بن حميد العلوي المتوفى في العام 226 للهجرة وقد اطلع الباحث على اسمه من خلال بقايا شاهد قبره المكسر والمنزوع من مكانه وقبر الامام ناصر بن مرشد بن سلطان اليعربي الذي بويع بالامامة سنة 1024 للهجرة وتوفي في العام 1059 للهجرة وقبر الامام سلطان بن سيف بن مالك اليعربي الذي بويع بالامامة سنة 1050 للهجرة وتوفي سنة 1090 للهجرة وقبر الامام محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي الخروصي الذي بويع بالامامة سنة 1338 للهجرة وتوفي سنة 1373 للهجرة وقد قامت الجهات المعنية بترميم الشواهد القديمة لهؤلاء الائمة الثلاثة وشمل الفصل الثالث من الكتاب على العلماء المدفونين في هذه المقبرة وقد تم اضافة 54 عالما وشيخا يدخلون التاريخ العماني للمرة الاولى اذ لم يسمع بهم احد من قبل كقبر الشيخ ناصر بن سيف بن علي بن جاعد السيفي حيث يظهر على شاهد قبره بعض الكتابات والزخرفة وقبر الشيخ المكرم عامر بن محمد بن عامر العوفي العقري النزوي حيث يحتوي شاهد هذا القبر على تسعة اسطر تفصل بينها خطوط وقد اضطرت الكتابة باطار على شكل مثلث وتناول الفصل الرابع العالمات والشيخات اللواتد فن في هذه البقبرة وبلغ عدد اللواتد خلنا تاريخ السير للمرة الاولى تسعا وعشرين عالمة وشيخة اذ لم يذكرنا في كتب المراجع والمصادر المختلفة كقبر الشيخة سالمة بن عبدالله بن احمد العلوية العقرية النزوية وقبر الشيخة رايا بن سعيد بن احمد المفطلية اما الفصل الخامس والاخير من هذا الكتاب فيحتوي على الايات القرآنية الكريمة والقصائد الشعرية والاوقاف التي وجدت على شواهد هذه القبور كهذه الابيات التي وجدت في احد الشواهد ما لنا لا نأمن المنايا كأن لا نراهن يهتدين الينا عجبا لمرأ تيقن أن الموت حق فقر بالعيش عينا ترجمة نانسي قنقر